موسيقى مساء الخير إلى العناوين موسيقى شاب سعودي يجتمع بوالدته المصرية بعد فراق دام 32 عاما موسيقى وفئران مسنة تستعيد شبابها وبصرها هل ينجح ذلك مع البشر موسيقى أكاديمي يروي تفاصيل أولى محاضراته في السينما والمسرح في جامعة الإمام موسيقى مساءكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي والبداية كالعادة بأخبار يا هلا أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق مسمى حي الملك سلمان على حيي الواحة وصلاح الدين وتطويرهما وذلك بهدف أنسنة الحي ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية وتطويرها وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة السلمانية ومبادئها سمو ولي العهد يعلن إطلاق اسم الملك سلمان على حيي الواحة وصلاح الدين في مدينة الرياض وتطويرهما يقع حي الملك سلمان في قلب الرياض بالقرب من حديقة الملك سلمان بمساحة إجمالية 6.6 كيلومترات سيعد حي الملك سلمان مركزا بيئيا وترفيهيا واقتصاديا رئيسا ومتعدد الأنشطة لمدينة الرياض توظيف العمارة السلمانية لتكون إحدى المميزات المعمارية داخل الحي أنسنة الحي وجمال المشد الحضري والغطاء النباتي وجودة الحياة تسهيل حركة السكان في مختلف مواقع الحي ومرافقه يأتي حي الملك سلمان تعزيزا لمستهدف مكانة الرياض ضمن أفضل عشر مدن في العالم تأهيل الفراغات الحضرية وتفعيلها لجعلها أماكن حيوية تفاعلية إيجاد بيئة عمرانية تفاعلية تعزز العلاقات الاجتماعية بين سكان الحي أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 27.5 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر وجر استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان على مقيم من الجنسية المصرية لتهريبه نبات ألغات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر وتم إيقافه واتخاذ لإجراءات النظامية في حقه وإحالته إلى جهات الاختصاص ومن الأخبار السعودية المبهجة جدا وأخبار المستقبل السعودي المشرق تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بداية من يوم غد لبث تغطية مباشرة للأنشطة والاستعدادات النهائية لبعثة محطة الفضاء الدولية ISS التي تضم طاقم رواد فضاء سعوديين هما ريانة برناوي وعلي القرني وذلك عبر قناة ناسا التلفزيونية وموقعها على الإنترنت والتطبيقات الخاصة بها من الأخبار الجميلة والمبهجة وإذا كنتم تتابعون هل إحنا من بداية هذا الموضوع عملنا أكثر من حوار وأكثر من تغطية وسنستمر في تغطيتنا لأنها اليوم حقيقة من الأشياء المبهجة جدا كل التوفيق والنجاح والتألق والعودة بالسلامة إن شاء الله لرواد الفضاء السعوديين الرائدة ريانة برناوي التي ستسجل تاريخا جديدا لكونها أول رائدة فضاء السعودية تصعد مع هذه الرحلة وأيضا علي القرني سيكرر تجارب أو التجربة السابقة في السعودية أيضا هناك شخصين آخرين سبقوا استعرضنا سيرهم الذاتية كاملة المجد والتاريخ والمستقبل كله يسجل هذه النجاحات السعودية بشكل كبير جدا سنتابع أول بأول في برنامج لو في روتانا خليجية إجمالا هذه الرحلة الفضائية إلى عودتهم سالمين بإذن الله تعالى أيضا من نجاح إلى نجاح آخر في أخبارنا في الإطار العلمي ليحقق اليوم على مستوى العالم من قبل السعوديين والسعوديات حيث نال طلاب وطالبات المملكة الذين شاركوا في معرض آيتكس 2023 الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في العاصمة الماليزية كوالنبور نالوا ثمان عشرة ميدالية في عدد من المجالات العلمية منها عشر جوائز ذهبية كبرى وثمان ميداليات فضية إلى جانب سبع جوائز خاصة من الجهات المشاركة والداعمة كل التهنئة لهم لعائلاتهم لمعلميهم لمعلماتهم الطلاب والطالبات السعوديين جالسين يصنعون الفارق سنويا في إنتل آيسف اليوم في آيتكس وفي كل مكان يشاركون فيه وإن شاء الله في حلقة الغد من يا هلا سنكون بصحبة الفائزين وميدالياتهم الذهبية ونحكي تفاصيل هذا النجاح السعودي الكبير عودة إلى أخبارنا اختتمت فعاليات ملتقى عنقيد الفنون البصرية التي نظمها نادي عنقيد تحت مضلة البوابة الوطنية للهوايات هاوي وهي إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة وشهد الملتقى مشاركة ستين فنان سعودي من الجنسين في إحدى المزارع الريفية في محافظة بلقرن في منطقة عسير واستعرض الفنانون خلالها تجاربهم في الفن التشكيلي والتراثي والريزن بالإضافة إلى الخط العربي والتصوير إلى وزارة الطاقة حيث أصدرت لائحة نشاط بيع استوانات غاز البترول السائل بالتجزئة ونصت اللائحة على أن يكون المقابل المالي نظير إصدار الرخصة أو تجديدها 500 ريال تدفع لمرة واحدة قبل منح الرخصة أو تجديدها وعلى المتقدم بطلب الحصول على الرخصة استفاء شروط منح الرخصة ومتطلباتها الواردة في اللائحة التنفيذية وهذه اللائحة لممارسة نشاط البيع بالتجزئة وعدم بيع الاستوانات المعيبة أو التي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم انطلقت في جامعة الملك سعود الندوة العالمية العاشرة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية التي ينظمها مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها تحت عنوان الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي تفاصيل أكثر برفقة الزميل سام الدلبحي وكاميرا يهلاء هذه الندوة هي تتكلم عن الجوانب السياسية والتاريخية والحضارة لجزيرة العربية في مختلف الأصور ولكن هذه الندوة بالذات تتناول القرن الثاني عشر الهجري وهي مختصة ومواضيعها جميعها تتناول هذه الفترة فمجموعة المشاركين قرابت 28 باحثا من خارج المملكة والداخل وطبعا في تسع جلسات تتناول الجانب السياسي والحضاري والتاريخي تركزه على الجانب الحضاري والجانب التاريخي لهذه الندوة وبها عدد من المحاور التي تجلي وتبين الحضارة للجزيرة العربية وتاريخها طبعا يستنبطون هذا التاريخ وهذا المعرفة من خلال المصادر المكتوبة والمصادر الأتارية والجزيرة العربية ولله الحمد وبالأخص مملكتنا الغالية تحتضن مصادر تاريخية ولها حضارة عريقة على مختلف الأصول سيدي خادم الحرمين والشريفين يحتم بالعلم وأهله ويهتم خصوصا بالتاريخ فسيدي خادم الحرمين الشريفين له الطلاع واسع ولديه معرفة كاملة بتاريخ الجزيرة العربية وطبعا كان له الدور كان دوره بارزا وأساسيا في إنشاء المركز حيث وافق ورحب يحفظه الله عام 1431 على إنشاء مركز الملك سلمان لدرسات تاريخ الجزيرة العربية وطبعا هذا المركز إذا حظى باهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين فيجب أن نكون على قدر المسؤولية لأن هذا شرف عظيم لنا طبعا هل وصلت الفتوحات الطبية إلى تأخير الشيخوخة ومعالجة آثارها مبكرا أم لا التجارب على الفئران تقول نعم ولكن ماذا يقول الأطباء الإجابة بعد هذا الفاصل حياكم الله مجددا في أهلا هناك حديث طبي يدور دائما وأبدا حول فكرة الشيخوخة والتجدد وتجدد الخلايا وهل يمكن التعامل مع الجسم بنظرة تجددية ليس فقط على الصعيد النظري وإنما على الصعيد العملي والواقعي وإنه ممكن شخص في سن متقدم بممارسات طبية معينة أو سلوكية في الحياة يستطيع أن يحظى بجسم شاب حتى وإن كان في عمر متقدم هل هذا الأمر يقال على سبيل المبالغة أم هو واقع الواقع يقول أنه في أحاديث وفي تقريرنا نشر في صحيفة الشرق الأوسط سنتحدث عنه بعد قليل أنه صار في تجارب على الفئران وصار في حوارات وأحاديث طبية كبيرة في هذا الجانب أكدت إمكانية هذا الموضوع اليوم إلى وين وصل العلم وإلى وين وصل الطب هذا ما نريد أن نعرفه في الدقائق القادمة ضيفي الذي ينضم إلي من استوديوهاتنا في جدة هو الدكتور فيصل الحريري وهو أستاذ مشارك ومهتم بالخلايا الجذعية والطب التجددي دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج مساء النور وشكرا لدعوتكم الكريمة وللمشاركة في برنامجكم المتميز أهلا وساء دكتور إذا تسمح لي قبل أن نفتح الموضوع أبسألك على جزئية في تخصصك يمكن لها رابط بما نطرحه اليوم إيش نقصد بالطب التجددي وإيش المقصود فيه اليوم كدراسة وكواقع وكعلم جميل جدا الطب التجددي نقصد فيه باللغة الإنجليزية Regenerative Medicine وهي القدرة على تجدد الأنسجة تجدد الخلايا وتطبيقها في علاج الأمراض أو في استعادة الصحة بشكل عام ولا تفصيلات كثيرة أن يطول الحديث عنها طيب أقرأ لك جزئية من اللي نشر في صحيفة الشرق الأوسط وتكون منطلق لحديثنا وقال خبير مكافحة الشيخوخة ديفيد سكنر إذا كنت نطقت اسمه صحيح أستاذ علم الوراثة في معهد بلافتينك بكلية الطب بجامعة هارفرد تظهر هذه التجارب أن الشيخوخة عملية قابلة للعكس ويمكن دفعها للأمام أو الخلف حسب الرغبة ويقول أيضا في التجارب اللي أجريت على الفئران إن أجسادنا تحتوي على نسخة احتياطية من شبابنا حيث يمكن تحفيزها على التجدد وش رايك؟ طيب أول شيء الحمد لله القائل ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخة فالشيخوخة أمر مذكور في القرآن الكريم هذا يعني ابتداءا ولذلك حبيت أني أبتدي فيه الحديث أما فيما يتعلق فيما ذكرت قبل قليل دعني أبدأ معك بأمر وحقيقة علمية الآن أي خلية من جسمك يا أستاذ مفرح أستطيع أنا أخذها منك اليوم وأعيد برمجتها وأعيدها إلى أصلها في مرحلة التطور الجنيني وهذا الذي أنا عملت عليه في مرحلة الدكتوراه وهذا الأمر الذي أنا متخصص فيه اللي يسمونها الإي بي أس أو الخلايا متعددة القدرات لحظة لحظة دكتور يعني إيش تعيدها إلى مرحلة التطور الجنيني إذا كان نطقت المصطلح صحيح يعني إيش؟ نعم جميل الآن أول ما تتكون البويضة الملقحة في رحم الأم هي خلية واحدة ثم تتضاعف هذه الخلية تتضاعف ويخرج منها جسد الإنسان الكامل فهذه المرحلة تسمى بالإمبريونيك ستم سيلز أو بالطور الجنيني للخلايا الجذعية الآن من أهم الاكتشافات التي حصلت في هذا القرن هو قدرة العلماء والباحثين على إعادة الخلية إلى أصلها أنا شخصيا أخذت خلية أو خلايا من طفل من بقايا طهار طفل أيها وأضفت عليها بعض العوامل وأعدتها إلى هذا الطور اللي هو الطور الجنيني وهذا ليس اكتشافي وإنما اكتشاف العالم الياباني يمناك الحاصل على جائزة الملك فيصل العالمية للطب وبعدها حصل على جائزة نوبل طيب هذا السؤال جيد أيضا ولكن هذا الاكتشاف هذه أحد تطبيقاته تطبيقاته كثيرة جدا أول شيء نعرف كيف يتطور الكائن الحي نعرف أن نستطيع أن نستخدم هذه الخلايا في اختبارات الأدوية في اختبارات اللقاحات أيضا نستطيع أن نستخدم هذه الخلايا في تجدد الأنسجة وتجدد وعلاج كثير من المشاكل الصحية فإذا أردت أن تعود لأصل الشيخوخة ما هي الشيخوخة؟ هو الهرم في خلايا جسم الإنسان فلو قلنا مثلا أن القلب أصبح هرم أو الكلة أصبحت هرمة فمعنى ذلك أن هذه الخلايا في هذا العضو لم تستطيع أن تجدد نفسها باستمرار بنفس الكفاءة التي تحدث للطفل أو في الإنسان الذي في مقتبر العمر طيب يا دكتور وصلني للمرحلة بعدها أنا والله يعني متفاجئ بشكل جميل من الكلام اللي أنت جالس تقوله ترى إحنا الناس اللي بره تخصص ما نعرف هذه المعلومات يعني اليوم إذا أخذت هذه الخلايا وأعدتها وطورتها بالطريقة اللي تقولها تقدر تعيدها في جسم الإنسان نفسه اللي أخذت منه الخلية وتجدد خلاياه وتحسنها وتخليها يعني تعيد لها صحتها قبل ما تهرم هذا الأمر على مستوى الأبحاث وعلى مستوى المعمل ولكن على مستوى البشر وعلى مستوى الإنسان ما زال هناك آمال كبيرة وهناك محدودية في تحقيق هذه الهداف ولكن على مستوى الخلية على مستوى الحيوانات هناك نتائج كبيرة جدا تحققت في أرض الواقع وملموسة ويراه العلماء وخرجت أبحاث من مراكز أبحاث مختلفة من معامل مختلفة تتفق على هذه الحقيقة العلمية بأن قدرتنا على إعادة برمجة الخلايا لكن هل نستطيع أن نطبقها اليوم في موضوع الشيخوخة هناك ما زال محدودية ونستطيع أن نقول أن هناك آمال كبيرة وش اللي ناقص طالما أخذت وجربت ونجحت التجارب وجربت على الحيوانات وش اللي ناقص طالما نجربها على الإنسان هناك أول شيء مخاطر وهناك محدودية في النتائج التي تحصلنا عليها الآن أنت ذكرت مثال هذا العالم الشهير عالم أمريكي من جامعة هارفد العريقة ومو أنا اللي أقيمه لديه أبحاث استشهد بها أكثر من خمسين ألف شخص حول العالم ولديه أبحاث من أكثر من عشرين سنة ومع ذلك لم نستطع الوصول إلى تطبيق هذه الأبحاث في أرض الواقعة اليوم لأن هناك ما زال محدودية نريد أن نطبقها على عدد كبير جدا من الناس ونرى مخاطرها ونرى فوائدها من المخاطر مثلا على سبيل المثال أنا أردت أن أزرى خلايا جدعية هذه الخلايا في مرحلة خطرة وحساسة يمكن أن تتحول إلى أنسجة مختلفة فإذا أردت أن أجدد أنسجة عضلات القلب لا أضمن أن تتحول هذه الخلايا إلى خلايا أخرى أو ممكن تتحول إلى خلايا ورمية أو رام أو يمكن أن هذه الخلايا لا تنسجم ولا تتداخل مع هذا النسيج فهناك تحديات كثيرة ويمكن أن جسم الإنسان أن يرفضها والحديث يعني أن يطول في أسباب عدم إمكانية تطبيقها اليوم طيب أقرأ لك أيضا هذه الجزئية من حديث الدكتور تمام وبعدها رحنا نروح للجزئية الثانية بس يهمني تعليقك عليها يقول الخبر وأوضح أنه لا يهم إذا كان الجسم يبلغ من العمر خمسين أو سبعين عاما أو إذا كان سليما أو مصابا بمرض ما وأضاف قائلا إنه بمجرد بدء هذه العملية سيتذكر الجسم بعد ذلك كيف يتجدد ويصبح صغيرا مجددا طيب هو على إيش بنى هذا كله إذا كان لسه التجارب ما انتهت جميل هو بنى على مؤشرات وأمور لاحظها على الحيوانات وعلى دراسات يعني متنوعة يمكن يصعب شرحها على سبيل المثال رقم واحد هناك ما يسمى بالإبجينتيكس أو علم ما فوق الوراثة الآن شريطة الدينة كلنا متفقين أنا يعني اكتمل خريطة الجينوم لكن اكتشفنا أن هناك عوامل خارجية وداخلية يمكن أن تؤثر في هذا الجينوم وتؤثر على صحة الإنسان عوامل خارجية مثل الأشعاعات التدخين أسلوب الحياة أمور كثيرة فهذه الإبجينتيكس وهذه المفاتيح وهذه الأقفال استطاع هو أن يتعرف على بعض من هذه الأسرار ورآها أمام عينيه أمام فئران بالغة وكبيرة في السن وأعادها إلى سن مبكرة هذا عامل واحد علم ما فوق الوراثة العامل الثاني الذي يريد أن أركز عليه وأكتفي به هو أن الخلاج جسم الإنسان عندما تتجدد تقوم بنسخ المادة الوراثية وهذه المادة الوراثية قابل أن يحصل فيها الخطأ فكلما تقدم العمر حصل أخطاء في هذا النسخ فإذا استطعنا أن نقلل الأخطاء في نسخ المادة الوراثية التي تتجدد في داخل خلايانا سنستطيع أن نحصل على أجسام أكثر صحة وأكثر حيوية طيب هذا فيما يتحدث بموضوع الشيخوخة إجمالا تمام خلي الشيخوخة شوير على جنب لين تنتهي هذه الدراسات فيما يتعلق بموضوع الأمراض أنت ذكرتها في بداية حديثك هل ممكن عملية الخلايا هذه أخذها وإعادتها إلى طورها الجنين وغيرها تعالج بعض الأمراض الموجودة وش هي الأمراض التي ممكن تعالجها؟ طيب جميل بالنسبة لبرمجة الخلايا تطبيقاتها ما زالت في مراحل مبكرة في بعض منها استطاعوا في جامعة هارفد أيضا أن يحولوا الخلايا الجذعية المبرمجة إلى خلايا بنكرياسية مفرزة للأنسلين فبهذا نستطيع نحن أن نعالج السكري هذا مثال ولكن ما زال أيضا تطبيقاته على مستوى الحيوانات ولا يوجد نتائج مكتملة فيما يتعلق بالإنسان أما فيما يتعلق بزراعة الخلايا الجذعية فهذه مطبقة وموجودة في المملكة العربية السعودية وهي زراعة النخاع وهي معروفة يعني الأطباء يمارسونها في مستشفى ملك فاسد خصصي والحرس وغيرهم طيب أفتح معك الموضوع اللي موجود عندنا في السعودية لزراعة الخلايا الجذعية بس قبل ما أفتحه بعيدك للنقطة اللي ذكرتها قبل شوي اللي هي أنه ما زالت أنها مطبقة على الحيوانات ولكن لم تطبق بشكل مكتمل على الإنسان أنت اليوم يا دكتور من واقع وجودك في المجال اطلاعك على أبحاث الدراسات كل هذا الكلام متى تتوقع أن نوصل لمرحلة التجربة على الإنسان سواء في موضوع الأمراض أو الشيخوخة لفكرة أخذ الخلايا وإعادتها إلى طورها الجنيني قدامنا كثير ولا قليل كتوقعات والله أتوقع أن يحتاج عدة سنوات لأن قلت لك أمامها تحديات كبيرة فلذاك أتوقع أن تحتاج العديد من سنة هناك بعض الدراسات وصلت إلى المرحلة الثالثة ومعنى آخر أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة ولكن حسب علمي ومتابعتي لا يوجد شيء الآن مطبق بشكل معتمد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية نعم ترى كلمة عدة سنوات هذه تحتمى الخمس وتحتمى العشرين يعني كتوقع كم مثلا في متوسط والله هذا العالم الأمريكي نهدف عن توقع وليس معلومة طيب هذا العالم الأمريكي ديفيد ترى نشر أول نتائجه عام 2003 أنت تتكلم عن عشرين سنة وما زال هذه المنتجات وهذه الابتكارات لم تصل إلى طور التطبيق العملي النهائي لأنه ما زال هناك تحديات كبيرة جدا يعني أنا أعطيك على سبيل المثال هناك أكبر دراسة في التاريخ على موضوع الشيخوخة بدأت عام 1958 وشارك فيها أكثر من 2300 شخص هذه الدراسة إلى اليوم لم تنتهي يتابعون الأشخاص الذين سيعمرون إلى 70-80 سنة ويرون ما هي العوامل التي ستعطيهم عمرا أطول وصحة أكثر ظهر بعض النتائج ولكن هذه الدراسة ما زالت في طور التقصي نعم والله يا دكتور أنت جزء من كلامك يعطي أمل كبير وبعدين تجهز على هذا الأمل يعني لكن تظل الحقيقة العلمية أحق أن تتبع نعم لأنه هناك أشخاص يريدون أن يصلون إلى هذه النتيجة بسرعة كبيرة لذلك أنا أحذر من هنا هناك عيادات وليست قليلة في الولايات المتحدة الأمريكية تخيل هناك أكثر من 500 عيادة تقدم علاج بالخلايا الجذعية وهي غير معتمدة غير معتمدة بحجة أن هذا الإجراء هو سيرجيكال بروسيجر يعني معنى آخر هو إجراء جراحي زراعة خلايا ولكنها غير معتمدة فلذلك لا نريد أن نحث الناس ويتسارعون إلى هذا الباب وينفتح الباب على مسرعيه ولم يصل إلى نقطة الاكتمال والنضوج طيب يا دكتور اليوم لما تنجح التجارب على الفئران أو على الحيوانات وتعطي هذه في عرف البحث العلمي والطبي أي مرحلة وكم باقي مرحلة عشان تصير واقع باختصار والله أنا أتكلم ترى هذه الدراسة مشرت قبل عدة أشهر التي تتكلم عنها فلذلك لا نستطيع أن نحكم عليها بأنها يعني يمكن نطبقها الآن لسا ما كملت كم شهر صحيح أن نتم الاستشهاد بها يمكن عشرات المرات إلى الآن رغم أنها جديدة ولكن لا أستطيع أني صراحة أحكم على دراسات إجمالا يا دكتور إجمالا إجمالا في عرف الأبحاث والاختراعات والاكتشافات لما تنتهي مرحلة التجارب الحيوانية خلاص كم مرحلة باقي على ما يعتمد الموضوع والله ما أستطيع أن أعطي معلومة دقيقة يعني حتى لا أكون يعني ما هو في هذا الموضوع لا 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 ما هو في هذا الموضوع يا دكتور هم يقولون طيب تريد خبر إيجابي أيوة يقولون الأشخاص الذين سيصلون إلى عمرهم 150 سنة هم ولدوا فعلا أيوة طيب إيش رأيك نأخذ فيديو لك يا دكتور نعرضه في هذا الجانب ونسمع تعليقك عليه خلونا نعرض واحد من الفيديوهات يا شباب نحن عندنا فيديوهين نشوف الأول نعتقد بأن مواليد السبعينات أو الثمانينيات بإمكانهم الحياة إلى 150 سنة أول أشخاص الذين سيصلون إلى 150 سنة قد ولدوا بالفعل ولكن هل نحتاج لنصل إلى هذا العمر أو كما قال الشاعر سأمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبا لك يا سأني كيف يا دكتور بناء على إيش هذا الكلام طيب كما ذكرت أنت في هذه الحلقة والاكتشافات التي حصلت أريد أن أوصل معلومة مهمة جدا فيما يتعلق بالشيخوخة نحن نعلم أن الآجال محددة ولكن ما نقصده بالشيخوخة أن يعيش الإنسان عمرا أطول بقلب أكثر حيوية برئة أكثر اتساع للهواء بشرايين أقل صلابة وأقل تصلبا ببشرة أكثر نتاجة هذا الذي نقصده بأبحاث الشيخوخة ذكرنا اكتشافات ساعدت في إطالة العمر على سبيل المثال استخدام الإنسلين استخدام الإنسلين في السابق عندما كان الشخص يصاب بالسكري أمامه أيام محدودة ويفارق الحياة الآن يعيش المصاب بالسكري خمسين وستين سنة أيضا اكتشاف اللقاحات اكتشاف بعض المركبات التي يمكن أن تعيد ما سميناه بما فوق الجينات الوراثية ولكن كل هذه الأمور ما زالت تعطينا الأمل الكبير بأننا نستطيع أن نصل لهذه النقطة بإذن الله تعالى اللي هي نقطة البيئة وخمسين سنة يعني المئة وخمسين سنة يعني بسبب هذه الاكتشافات وهذه الشواهد يعتقدون بأن هذه الأمور تدل على أنه بإمكاننا الحفاظ على صحة الناس وإعادتهم إلى حيويتهم بمساعدة هذا الاكتشاف فهذه الاكتشافات حصلت في هذا القرن فسكان وأبناء هذا الجيل هم سيستفيدون من هذه التقنيات بإذن الله الله يزيد من هذه الاكتشافات ولدوية والذي يخترع الأنسلين وغيره ويختلع الكثير والكثير حتى يمر الإنسان بمراحل طبيعية جداً في الحياة في فيديو ثاني دكتور إذا تسمح لي نعرضه ونأخذ تعليقك عليه السلام عليكم اللاعب الشهير كريستيانو رونادو أكد بأنه يحمل جسد بيولوجي بعمر 23 سنة بالرغم من أنهم في منتصف الثلاثينيات من عمره ماذا عن ملكة بريطانيا التي ما زالت على عرش ملك فقط لأكثر من سبعين سنة وهي تمارس أعمالها بشكل يومي يمكن هذا الفيديو قديم شوية قبل وفاة الملكة إلى زبث كما أتوقع ماذا تعليقك دكتور طيب الآن يعني خلينا نسي يعني ربما يعني يعترض البعض على فكرة الشيخوخة لكن هذا المثال مثال مثلاً اللاعب رونادو يعني والآن محبين النصر أكيد يعني يهمهم أخبار هذا اللاعب عندما أجريت له الفحوصات وجدوا أنه يحمل جسد بيولوجي بعمر 23 سنة بالرغم من هو الآن في نهاية الثلاثينيات من عمره طيب ما هو السر وراء هذا الأمر أول شيء اسلوب الحياة ممارسة الرياضة النظام الغذائي الذي يخضى على أمور كثيرة جعلته يحمل كتل عضلية أكثر جعلته يعني يبدو بنظارة أكثر من أي شخص يعني من الشخص الذي يكون في المقارب لعمره فهذا دليل يعني ملموس يمكن أن نشاهده الناس بأن أبحاث الشيخوخة والابتكارات واسلوب الحياة يمكن أن يطيل من عمر الإنسان ويقدر يا دكتور كريستيانو رونالدو مثلا كريستيانو أو غيره أنه يستمر بهذا الفارق ما بين العمر الزمني والبيولوجي باستمرار؟ والله ما أدري لكنه هو ظاهر أنه بدأ آداءه يضعف في الفترة الأخيرة فلكن المعايير التي ذكرتها هناك يعني معايير يختبرونها المتخصصين ليست من يعني من اختصاصي يقيسون مثلا ضربات القلب قوة الشرايين اتساع الرئة الكتلة العضلية والكتلة الشحمية فهذه تعطي مؤشرات على صحة الإنسان وحيويته بذلك من هذا المنطلق تم تقييمه بأنه أصغر من عمره وأنه تراجع ثلاثين في المئة من عمره الحقيقي وهذه بمقدور كل شخص أنه يصل إليها إذا التزم غذائيا وسلوكيا ورياضيا مثل التزام كريستيانو أو غيره صح أو لا؟ صحيح صحيح نعم أنت الآن تلاحظ خلينا نعودي أن النقطة مهمة بس باختصار الدكتور علشان نلحق اللي باقي من الوقت تفضل طيب خلاص هذا الأمر حقيقة ملموسة وواقعة الآن معدل أعمار السعوديين وهنا المعلومة المهمة النساء أكثر عمرا من الرجال النساء الآن معدلهم 72 سنة والرجال معدل أعمارهم في السعودية 70 سنة هذا الرقم لم يكن كذلك قبل 20 أو 30 أو 40 سنة وهناك تحسن فيه ملموس ولماذا نهتم بالشيخوخة؟ لأنه يتعلق باقتصاديات الصحة إذا حسنت صحة المواطن إذا عاش المواطن بحيوية سأقلل من تكاليف الصحة وأختم بخبر جميل جدا المملكة العربية السعودية تقود مؤسسة خيرية اسمها هفلوشن رئيس مجلس إدارتها وصحب السمو الملكي الأمين محمد بن سلمان تهدف بشكل عالمي وليش بشكل محلي لدراسة ومدعم الأبحاث التي تتعلق بالشيخوخة نعم شكرا لذلك المعلومة ما عليش دكتور معلومة أخيرة وإن كان الوقت انتهى معي أنت قلت في جهة أنه في مراكز في أمريكا تقدم علاج الخلايا الجدعية ولكنك تحذر منها لأن هذا الأمر ما زال مبكر وفي جانب آخر من الحوار قلت أنه زرع الخلايا الجدعية موجود عندنا في السعودية وفي أكثر من مؤسسة طبية عريقة إيش اللي متاح منه الآن طبيا وعلميا وناجح لعلاج بعض الأمراض إيش هو كده في دقيقة المتاح بشكل رئيسي هي أمراض الدم أمراض الدم هي الآن التي يعني فيها نجاحات كبيرة ومعتمدة في علاج كثير من الأورام والسرطانات السائلة اللي غالبا تكون سرطانات الدم عددها لنا وش أمراض الدم واحد اثنين ثلاثة أمراض الدم هي اللوكيميا الأمراض التي يتصاب فيها نخاع الدم الذي هو مصنع خلايا الدم داخل جسم الإنسان داخل نخاع العظم هو مصنع صناعة الخلايا الدموية فإذا أصيبت بأمراض سرطانية تستبدل بخلايا جدعية بديلة تجدد هذه الخلايا وفي الغالب نسبة الشفاء فيها عالية بإذن الله كم نسبة الشفاء فيها إلى الآن دكتور؟ والله ما يحضرني النسبة بس هي نسبة عالية وهناك تقدم كبير في هذا الباب يعني علاج السرطانات الدم بواسطة غراعة النخاع هي من الممارسات القديمة جدا في المملكة وهي تعتبر من الدول المتقدمة في هذا الباب الدكتور فيصل الحريري شكرا جزيلا لك واللي حضورك معنا فيها لا بس أذكر مرة أخرى منصب الدكتور لمن يريد أن يعرف أو درجة العلمية هو أستاذ مشارك ومهتم بالخلايا الجدعية والطب التجددي شكرا للدكتور فيصل كثير من الأحاديث حقيقة تفتح آفاق كبيرة للحديث العلمي والطبي في مثل هذا الجانب ونذهب إلى فاصل وألقاكم بعده يقول الطغرائي أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل إثنان وثلاثون عاما لا يعرف شيئا عن والدته ولا تعرف شيئا عنه ثم يشاء الله أن يرزقهما لقاءا تاريخيا تجبر سعادته كل سنوات الفراق الماضية الآن انتهت مرحلة البحث الحيرة الحزن التساؤل وابتدأت مرحلة السعادة واللقاء والوصال والبر كان الحلم أن يعرف مكانها أو تعرف مكانه وأصبح الواقع لقاءا وعناقا وحبا وتشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر الإبن الشاب تركي السند والأم عبير علي حنفي قصة نادرة تستحق أن تروى اليوم في أهلة سنحكي لكم تفاصيلها وأنا بصراحة كل شكر وتقدير لتجاوبهم مع دعوة البرنامج وحضورهم وتشريفهم اليوم تركي مساء الخير الحمد لله على كل ما حصل واسمح لي أهنيك وقول ألف مبروك الله يبارك فيك ومساك الله بالنور والسرور اسمح لي أرحب بالوالدة أرحب بالسيدة الأم الأستاذة عبير علي حنفي التي تنضم إلينا مشكورة أيضا عبر الزوم من مصر أستاذ عبير مساء الخير الحمد لله على سلامة تركي وإرقائكم وألف مبروك الله يبرك فيك الله يخليك مساك الله بالخير يا أمي شكرا المستمع مساك الله بالخير تسمعي أن أهلا أيوا دلوقتي طيب يبدو فيه مشكلة في الصوت بس إلين يجهز الصوت تركي أرحب فيك شكرا لقبولك هذه الدعوة ودنا مثل ما ود كل المشاهدين نعرف الحكاية والقصة كيف حدثت من البداية من البداية يعني فكتها وعمري أربع سنين تقريبا خذها أبوي الله يرحمه وداها للقاهرة لأنها زيارة تزور أهلها زيارة عائلية فرجع بدونها طلقها ورجع وحرمها مني تقريبا تواصلت هي كثير أنها كانت تبقى تسمع صورتي أو أنها تكلمني فما كان فيه تجاوب من أبوي الله يرحمه الله يفر الله يرحمه آمين يا رب بعمر ستعاش أول كانوا يقولوني أن أمك ميتة بداية عمري البداية تركي إذا تسمح لي كان كم عمرك أيامها بداية انفصال الوالد عن الوالدة أربع سنين فلما كبرت كنت أحسب اللي عندي كانوا في البيت حسب أخواني كلهم هم لا عماني وصل عمري ستعاش تقريبا وصل عمري ستعاش تقريبا أو القدرة أو الاستطاعة أني أقدر أني أروح لها أو أبحث عنها يوم كبرت وصل عمري 25 تقريبا قلت لازم أبحث وأشوف يعني تقريبا لازم أوصل لأمي حتى بلحظة قبل أيام زواجي تمنيت أنها تكون معي موجودة بهذا اليوم اللي بيسعدني أكثر واحد بيمبسط فيه هو أنا لكن ما الله كتب أني ألتقي فيها وأجتمع فيها إلا الأسبوع الماضي كيف كانت رحلة البحث أنت بديت تبحث من عمر 25 سنة تقريبا الآن إذا تسمح لي بعد إذنك تركي 37 لك العمر كله يا رب وياك يا رب كيف كانت رحلة البحث خلال هذه السنوات بالبداية كنت أبحث عن طريق مع نعرف أحد مصر أو تقريبا يعني معرفة بسيطة يعني كنا نسأل تعرف المكان فلاني تعرف الاسم الفلاني لأنه ما كان عندي إلا شهادة الميلاد بس حقيقي لأنني أنا مولود هنا في السعودية وفيها اسمها وثلاثي بس ما في أي رقم ما في أي تواصل فكان صعب عليه البحث وقتها إلى والله قبل يمكن أربع سنين أو خمس سنين جتني معلومات كثير إنها بالإمارات إنها هنا بالسعودية قاعدت أبحث كيف أو شوان أوصل طلعت كلها معلومات كلها مغلوطة يعني ميب صحيحة خاصة مرة مرة أول ما رزقت مولود فهد أول ما جاني فهد قلت لا لازم أطلح لازم أوصلها لو بآخر الدنيا والحمد لله بحث بحث لكن ما وصلت لشيء قدمت السفارة بعد عيد الفطر هذا والحمد لله استقبلوني ورحبوا فيني وأخذوا هذا الاسم يعني بس مجرد اسم تواصلت السفارة السعودية مع الحكومة المصرية الله يجزاهم خير كلهم وأي أحد أوصل لشكري من أي أحد فزع لي موضوع أمي أو له يد فيه قعدت هذه الأسبوعين الماضية كنت بالقاهرة على أمل أني أنتظر وأنتظر ذا اليومين إن شاء الله خير وأمسي على أستاذ محمد السبيعي ما قسر والله ما يكان يتصر عليه يوميا إن شاء الله خير وإن شاء الله وصلنا وما بقى إلا شيء إلا بشيء بسيط بس خلنا نتأكد والحمد لله بعد ما تأكدوا وصلوا بمر تأكدوا من نفس العنوان ومن نفس الأوراق الثبوتية اللي هو عقد الزواج البطاقة حقتها كل شيء يخصها إلى الملف الصحي تشيكوا عليه قبل ما يكلمونها يشوفوا أنها تعاني من أمراض أو فيها شيء ما يبغوا أن يسلمونها بالخبر شوفوا درجة الرحمة الله يطيم العافية كلهم على راسهم السفيرة وسامع نقلي وما أنسى بعد جهود الأستاذ مدير شون راية السعوديين محمد محمد البريكي يستاهلون الشكر فكلمني كان يوم الاثنين وعدني الصباح الساعة عشر وتوجهت لهم بالسفارة قال لي انتظر شوي بالانتظار خلنا بس نرتب للإجراءات ونتأكد بس ونطلع نمشي بس إذا تسمح لي ترسل أنا أبغى اللحظة الأولى اللي دقوا عليك قالوا إحنا وجدناها متى كانت وكيف كانت؟ كان يوم الجمعة تقريبا ايه كلمني العصر كنت سعيد مرة طاير من الفائل يعني عما يقولون مبسوط مرة بس إني أبغى هذا الموضوع أنه يتم لأنني كثير كثير يعني كنت تواصل معي ناس و لقينا نبغى كذا نوصل لك كذا ممكن أنها موجودة هنا وممكن فتعبت نفسيا أنا من كثير ما العالم لقينا ولا وصلت لشيء فقلت أملي بالسفارة وهم اللي حققوا إياه والله طيب من الجمعة إلى الاثنين كانوا يتأكدون من التفاصيل والملفع الطبي وكل شيء وقالوا لك الاثنين تعال ايه الاثنين رحت لهم واستقبلوني الصباح وانتظرت عندهم شوي لم تتأكدوا مرة واتصلت فيها كان أول اتصال سمعت صوتي بس وما قدرت تمسك نفسها والله صاح وانتظرت حتى أنا والله ما قدرت أمسك نفسي يعني من نفس الوقت هذا فحبس نفسي شوي أغسس وجهي واشوفي وشان عليها وأنا أتأكد وأبو أتأكد هو صح لأنا كلمته هذه أمي إلى الحين ما متوتر على شعور ما أدري ما أصف لكيها هي والله لكن الحمد لله بعدها توجهت للسفير وقابلته وبارك لي وتشكرتها بوقتها وقال لي الآن تطلع لبيت أمك ويطلعهم معك ممثلين السفارة فما قصر صبيعي محمد طلع معي وهو محامي معنا محامي ثاني والمستشار بعد القانوني حق السفارة اسمه مجدي محفوظ وكل الطريق وأنا رايح قاعد أفكر هو صح أنا أقابل أمي الحين يعني هالفترة هذه كلها اللي كنت أبحث عنها خلاص انتهت إلى الحين ماني متأكد ماني مستوع بالشيء اللي بيصير لي الحين فحتى اللقاء فأول ما قابلتها وخميتها وصياح والحمد الله على كل حالة الحمد لله يا رب الحمد لله وإن شاء الله وهو حكمة من ربي كل اللي صار والحمد لله ما انسى فضل جدتي موليد لولو المبارك يمسيها بالخير استقبلتني وعمري 16 سنة وربتني مع عيالها اللي هم عماني تربيت معهم ولا فرقت بيننا أبدا والحمد لله هذا فضل من الله أني كنت عندها وتربيت على يدها الله يرحمها ويحفظ لك كلامات لا موجودة الحمد لله موجودة؟ موجودة ثنتين آه يوم توفت الأولى رحت عند الثانية اللي ربتك أول مرة توفت أم أبوي اللي ربتني أول مرة توفت الله يرحمها عمري 16 تقريبا 16 إلى 17 بعدها أنت قالت عن جدتي الثانية الله يرحمها ويحفظ لك الموجودين الله أمامي ويديم البرو الوصال يا ربي إذا تسمحني أعتقد الصوت رجع مع الوالدة أستاذ عبير إذا كان صوت يواصل عندك وتسمعيني بس طمنيني طيب بنعيد الاتصال مرة ثانية مع الأستاذ عبير ما عليش يعني الاتصالات بين الرياض والقاهرة يعني أحيانا يعني يمكن الشبكة عند الوالدة بس نحاول أنه نعدل الموضوع وتكون معنا ونسمع القصة من جهتها طيب تركي وصلنا إلى أول لقاء بينكم لقيتوا بعض ويعني شرحت أنه يمكن أول دقائق وش اللي صار بعد اللقاء؟ بعد اللقاء ما كانت أصلا تبغاني أرجع مع السفارة ما كانت تبغاني أتخاني اللي أنا أطلع تقول أخاف أنك تطلع ما عاد ترجع لي ثانية فيا الله يا الله بعد ما كلموها السفارة أنه لا بيرجع لك فس أنه لازم نرجع السفارة الحين وفعلا طلعت مع إذا تسمح لي رجع الاتصال مع الوالدة بس نسمحها قبل ما ينقطع الصوت أستاذ عبير إذا صوتي يوصلك مساء الخير مرة ثانية مساء النوري حبيل أهلا مصر الحمد لله على سلامة تركي وعلى لقائكم يا رب الله يسلمك الله يسلم قبل ما نحكي معك كنا نحكي مع تركي وحكى لنا الحكاية كيف صارت من جهته كيف صارت الحكاية من جهتك ودنا نسمع منك التفاصيل التفاصيل العهدي مثل مشاكل تحصل من بين كنت قاعدة في بيت عيلة يعني حضرتك عاوز بالتفاصيل يعني يعني ما الذي تريد أن تقوله في هذه الحكاية؟ نحن منحازين لفرحتك أكثر من أي حزن سابق الله يخليك الله يخليك فحصل مشكلة فقال لي يلا نتافر قال لي عاوزة تروحي تشوفي أهلك وقالت له ماشي فأخذنا ونصفرتنا وهو فقالت له طب هاخذ ابني معي قال لي لا خلي ابنك هنا وهو كلها يومين ورجعين تاني مشان يتأخر فجينا سافرنا مصر فحصل مشاكل بقى ما بين الأهل ومش عرف أيه كلام ده كله فالحاجات تطورت يعني فمحركت أكل ده بس طيب ألو أيوة نسمعك نسمعك أستاذ عبير الشيء اللي صار بعدها يعني بعد الانفصال كيف كان طريقة التواصل مع العائلة محاولة الوصول لتركي أنا كنت على طلب أكلمهم بالتليفون ما كانوش بيرضوا يخلوني يكلم ابني فبيقولوا لي لا ما ينفعش تكلمي عشان احنا قلنا له أن انت متي فما ينفعش أن انت تكلمي فأقول لهم طيب أتكلمه أسمع صوته بس ما كانوش بيرضوا ما كانوش بيخلوني ان انا اتكلمه خالص كل ما كانوا يقولوا لي مش موجود وما ينفعش تكلمي انت متي ما ينفعش ان انت تكلمي بس طيب بعد كذا كيف استقبلتي اتصال السفارة السعودية في مصر لك الاتصال الأول أو أول تواصل اللي كان يبلغونك فيه انه تركي موجود ويبحث عنك وحاب يتواصل معك والله انا في الأول ما كنتش مصدقة يعني انا ما صدقتش في الأول حاسة ان هذا حقيقي فعلا وليس مصدقة لان انا كنت على طول اتمنى يعني اعود ادعي ربنا واصل لي وعود ادعي ربنا ان انا اشوف ابني يعني ان انا اشوف ابني بس مش عاوز اي حاجة غير ان انا اشوف ابني فما صدقتش في الأول فقعدوا يتكلموني ومحمد قال لي انت ابنك جاء وبيدور عليك فانا ما صدقتش فقلت له اكيد انت بتهضر معي قال لي لا والله حقيقي وحصل وهو بيدور عليك وبقال له فترة بيدور عليك والحمد لله يعني وبشكر السفارة السعودية ان هي قدرت توصلنا ببعض والملك وكل الناس يعني كل واحد من اصغر واحد لأكبر واحد كلهم بشكرهم وبالذات بشكر مراته وحصل اللي هي خلته ان هي قاعدة تدفعه ان هو يسأل علي ويدور علي هي معنى في كواليس البرنامج وتسمعك الآن وش تقولي لها اقول لها جزاك الله كل خير وربنا يخلك لي وما يفرقهش ابدا عن بعض ان شاء الله طيب وزوجها تركي واش تقولي له هو يسبعك الآن على الهواء اقول له ربنا يخلك لي وما يحمنيش منك ابدا يا حبيبي ويخلك لي ويطوله بعمرك ويرزق لي بأي 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 كورضاك الله يخلك لي يا حبيبي طول ما انت راضي او مرتاحا بكون انا مرتاح الحمد الله الحمد الله يا حبيبي الله يخلك لي وما يحمنيش منك ابدا وشوفك احسن الناس يا رب طيب استاذ عبير نحن نتكلم على فرق سنوات طويلة تركي كان في الأربع سنوات اليوم ما شاء الله في السبع والثلاثين العمر كله يا رب يا رب الله أمين أول ما شفت تركي اليوم ملامح الأربع سنوات كانت في ذهنك في ذاكرتك والله أنا كان عندي صورة و هو صغير كنت أشوفه على طول كنت أشوفه في الصورة فالملامح يعني هو تغير شوية بقى فيه شبه من بابا شوية الله يرحمه و يسمحه و يغفر له بس في نفس الوقت يعني حسيت أن أنا فرحانة جدا و مبسوطة و كل اللي أنا شفته يعني كل الظلم اللي أنا كنت أحسى به خلاص الحمد لله شفت ابني بقى راجل وابني بقى كويس الحمد لله يعني فاهم حضرتك فاهم الإحساس ده والشعور ده صحيح و أنا أتوقع أنه شعور أكبر بكثير يعني مما يحكي يعني أقصد شعور الفرح الموجود في الداخل أكيد الله ملك الحمد تركي الآن يعني صار إذا تسمحي ليوم تركي بس أحكي مع تركي شوي الآن صار اللقاء الحمد لله مع الوالدة على مستوى و على صعيد الإجراءات يعني كل شيء الآن انتهى وتنفي السليم ولا ما زال في أمور عالقة لا الأمور طيبة ما في شيء الحمد لله عالق حكيت الفهد أو اللباقي فهد إن شاء الله بتجي جدتها وأولنا بنروح لها و إن شاء الله خلاص يعني مع مرحلة التعب اللي كنت أدورها الحمد لله إن حلت و خلاص يعني مكان أمي و عرفتها فأكيد إني بجيبها عندي و بروح لها وأكيد إني مرحلة لها ما في مسافة بيننا و بين مصر يعني موضع صحيح ما في مسافة كانت الوالدة الله يحفظها و يطولها بعمرها تذكر دور أم فهد سيدة حصة زوجتك في بحثك عنها وش كان دور أم فهد في الموضع هي الدعم الأساسي والله لي بالبحث يعني ما وقفت كل شوي وصار و تسوي المستحيل معي سوي كذا كلم كذا رحل كذا يعني كانت توجهني بالأشياء هذه و ما قصرت والله هي دعم أساسي لي جميل أم تركي يعني الآن إحنا تكلمنا عن اللي صار و اللي فات و عن اللقاء وش اللي بعد اللقاء يعني ودنا نعرف تشرفين في السعودية و نحظى فيك و تكوني واحدة من أهلنا الموجودين هنا و إلا تركي حيشرفك في القاهرة كيف حتكون الحياة القادمة بينكم والله إحنا لسه ما ما تكلمناش في أي حاجة بس أنا أنا عاوزة و أبقى مع ابني على طول يعني فاهم عارف حس أن أنا مش باتش منه حس أن أنا مفتقدة يعني فاهم أحساس مختلط يعني أنا شعور نفسي يعني نفسي أنه يفضل معي على طول فاهم حضرتك يا رب الله لا يفرقكم عن بعض يا رب و دموعك ترى غالية علينا جدا و خليها دموع فرح يعني خلاص انتهت مرحلة البحث و الحزن يعني العمر الجاي كله فرح يا رب الحمد لله يا رب الله و ما أميني سوى من بؤك ربنا الله يخليك كيف نتوقع أول لقاء بينك و بين حفيدك فهد الله يحفظه مش عارفة أقول لك يعني أكيد فرحة يعني أكيد فرحة يعني ما بعدها فرحة يعني طبعا فرحة يعني خلال خلال السنوات اللي عدت يعني دائما في حاجة نسمعها من أمهاتنا و من جداتنا و في المجتمع أنه إحساس الأم دائما عالي بأبنائها إيش كان يقول لك إحساسك كل السنوات اللي فاتت والله أنا عندي أمل كان عندي أمل أن أنا أشوف ابني يعني فاهم أنا وأقول لك أنا على طول بصلي وأنا بصلي بعض عيض و أدعى ربنا أن أنا أشوفه يعني وبعض يعني مش عاوز أقول لك يعني كل واحد بيتزلل ربنا أنا كنت بيتزلل ربنا و أنا ساجدة و في كل وقت أن أنا أشوف ابني و على طول بعيض قبل منام لازم معي و أفتكر ابني و أدعيله على طول بأدعيله أن أنا نفسي أشوفه والحمد لله يعني ربنا كان كريم معي الحمد لله يعني أنا أعرف أنه لقاء تركي يمكن هي أغلى الأماني بالنسبة لك كانت في حياتك اليوم بعد لقاء تركي و هي الأمنية اللي ترجينها الحمد لله ما فيش حاجة الحمد لله نحنا بس نعيش مع بعض مش مش أكتر ممكن تركي السؤال نفسه بعد لقاء الوالدة يعني وش أكبر أمانيك الآن أني أسعدها و أعوضها عن اللي راح وهي جنتي بالدنيا أمي كيف كان ردة فعل العائلة اللي حولك لما تم موضوع التعرف على الوالدة واللقاء جدتي و مليد كانت مبسوطة مرة و عماني اللي هم عيالها كانت مرة طائرة من فرحة و مبسوطة و تتواصل معي على تقول لي أني أنا ما دريت لو أني أدري أن يوم الاثنين كنت جيتك عشان أروح معك يكون أول لقاء بينك وبين أمك درست أنها كانت تذممني أنها إذا وصلت لها أبغى أكلمها والحمد لله تم كلمتها و تكلموا مع بعض طبعا لها فضل كبير مرة ما ينسي ولا ما ينسي أبدا على اللي سوتها معي أنها ربتني يوم أجيها كنت مراهق صغير و الحمد لله طلعت رجال و كبرتني و الحمد لله أعلمتني الصح من الغلط الحمد لله يا رب أم تركي قبل ما أودعك مع نهاية وقتنا إش الكلمة اللي حابة تقولينها المساحة كلها لك تفضلي أنا بشكركم و بشكر كل القائمين على البرنامج و بشكر السفارة لأن هم قدروا يوصلونا بابني و قدروا يوصلونا ببعض و بشكرهم يعني جزير الشكر بصراحة يعني جزاهم الله كل خير أبقى أسمع منك عبارة أخيرة و جملة تقولينها لتركي و إش هي أقوله الحمد لله الحمد لله أنا أشوف الحمد لله يا رب الله لا يحرمك منه و يرزقك بره يا رب السيدة عبير علي حنفي أم تركي شكرا جزيلا لك و لحضورك معنا الكلمة و المساحة الأخيرة عندك تركي مع تكرار التهنئة لك و الشكر على تجاوك مع دعوة صارت و بالعكس هذه الصلافة حلوة كثيرة لك و المهم أني قابلتك و شفتك طال عمرك أبقى تقول شيء للوالدة هي قالت لك شيء قبل ما تختم و اش تقولها أكيد فالعمر كله لها و إن شاء الله الله يقدرني و أعوضها عن اللي فات كله و ما عندي والله أتمنى أني أسعدها و أبغاها تكون مبسوطة طول عمرها و لا أبغاها تشيل بخاطرها عن أي شيء بمضاء و إن شاء الله الله يقدرني و أسعدها بذن المتعامين يا رب العوض بالجاي و السعادة هذه تجبر كل ما فات إن شاء الله بإذن الله والله يديكم و يحفظكم البعض شكرا لك تركي شكرا جزيلا خلوني قبل ما أختم بس أقول ثلاث نقاط سريعة النقطة الأولى كل الشكر و التحية و التقدير لتركي و لوالدة تركي على تجاوبهم اليوم مع دعوة البرنامج على حضورهم من أول اتصال و تنسيق على تجاوبهم و حضورهم الشيء الثاني يجب أن نقول بكل إنصاف شكرا للسفارة السعودية في مصر يعني من سن 25 إلى سن 37 و عملية البحث دائما مستمرة و بمجرد وصول الأمر إلى السفارة السعودية كان في تحركات جادة و حل هذا الموضوع شكرا للسفير أسامة نقلي لفريق عمله كامل يمكن بالأسماء اللي ذكرهم تركي و غيرهم شكرا للجميع لأن العمل اللي فعلوه يعني أحيوا أمل كبير جدا و أعادوا حياة بكاملها لشاب و والدته النقطة الثالثة يعني تحية إكبار و إعجاب برقي و أخلاق و حوار تركي و والدته لو تلاحظون من بداية الحوار إلى نهايته كل الكلمات و الجمل اللي استخدموها في الحديث عن المرحلة الماضية اللي كانت سبب الفراق سواء لما تحدثوا عن أشخاص أو عن مرحلة كانت في قمة 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 الرقي و هذه الأخلاق العظيمة العالية تبرهن على يعني معادن هؤلاء الناس الله يجمعهم دائما و لا يفرقهم و يجمع كل الأحبة و يحفظهم و يرزق السيدة عبير بر هذا الرجل و يرزقه رضاها بإذن الله تعالى و بعد هذا الفاصل ألقاكم حياكم الله مجدداً في آهلا بنستعرض هذه التغريدة اللي غرد فيها الأستاذ رجل عتيبي على حسابه في تويتر أمامكم الآن يقول فيها اليوم بدأت أولى محاضراتي في جامعة الإمام محمد بن سعود كلية الإعلام و الاتصال شعبة السينما و المسرح مستوعبين و حاط استفهام سينما و مسرح خطوة تشكر عليها الجامعة و الحقيقة أنه واحد من الردود المهمة لأهمية الاسم اللي رد بنعرضه أيضاً أمامكم الآن رد الأستاذ القدير عبد الرحمن الراشد اللي نوجه له كل التحية و الشكر و التقدير يقول فيها شعبة سينما و مسرح بالفعل لا يمكن تدريس علوم اتصال و لغة و أداب بدونها تحية للجامعة و كلية الإعلام على خطواتها التطويرية و مبروك أستاذ رجل اليوم ضيفي هنا في الاستيديو الأستاذ رجل العتيبي الأكاديم المعروف و المهتم بالسينما و المسرح و تاريخ يعني كبير سواء على الصعيد العمل الرسمي أو حتى على الصعيد الشخصي مع هذه المجالات أستاذ رجل مساء الخير و شكراً لقبولك الدعوة يا رديك الله حييك كتابتك للتغريدة بهذا الحماس مع التعجب مع الفرح نعم ايش الكوانيس الشعورية اللي عندك لا هي معروفة كانت تكون معروفة حتى عند المتابعين الفارق الفارق كبير جداً بين اتجاه جامعة الإمام محمد بن سعود زمان و الآن بعد ما أطلقت شعبة المسرح على فكرة أيضاً كان فيه كان قسم الإعلام و الاتصال و الفيلم وضيف كلمة الفيلم ترى من تقريبا ست سنوات أيضاً وكان الزملاء وأساديتها أكفى يشتغلون سينما ويشتغلون سيناريو ويشتغلون كذا فقبل ست سنوات لكن كشعبة أطلقت تقريباً من العام الدراسي الحالي وأعلن ذلك في حين سمو الأمير سعد بن سعود عميد كلية الاتصال والإعلام وأشار أنها تمت ضمن أفضل الممارسات الدولية جميل كل التحية أيضاً للأمير سعد ولقيادة وحقيقة للكلية ويمكن الخطوات والبصمات واضحة لكل من يتابع أرجع لك أستاذ رجاء أولى محاضراتي كلمة أولى محاضراتي دخولك الأول على طلابك كيف تصف لنا الوضع كيف شفت الإقبال على الموضوع كيف شفت الخطوات الجادة في تدريس هذه الشعبة طبعاً سألتهم في البداية أنت الآن سجلت في هذه الشعبة كسينما ومسرح مع بعض طبعاً وليس من الفصلة هل تتوقع أن فيها تحصلون على وظائف هذا المجال المفتوح فكان عندهم تصور كامل بالانطلاقة التي عملتها الدولة بالقدارات الرسمية في هذا المجال بقيادتنا على المستوى المحلي والإقليمي في مجال الفنون عندهم تصور كامل فأنا توقعت أنه مثلاً الواحد داخل ما يدري فأنا سألتهم قبل ما أبدأ كيف تشوف مستقبلك الآن هل الفكرة القديمة ما زادت موجودة لما كنا نمارس الفنون الزمان يقول لك أنت وش قاعد تسوي يعني ما فيه مجال ولا فيه أي فرص وظيفية ولا فيه أي فرص تجارية كان يقال لنا هذا الشيء وكان يقال زملانا ومع ذلك نحن ماشيين ما ندري وش اللي بيصير الآن الوضع اختلف من سنوات طبعاً عندهم تصور كامل عندهم متفائلين جداً وعندهم طبوح على فكرة مبدعين بشكل لا تتخيل يعني هذا الإبداع من الطلاب وهذه المبادرة من جامعة الإمام محمد بن سعود يعني مبادرة كبيرة وتستحق الشكر والتقدير لأنها أحيت خط آخر مجموعة من الناس عندهم هذا الاهتمام ما كان موجود الفرص قبل في ليش حنا نغلق على هؤلاء الطلاب يعني أكسد مثل ما كان زمان خلي طبعاً المجال المفتوح اللي يبغى طب اللي يبغى هندسة هذه طيب أستدرجة احنا طبعاً متفائلين بهذه الخطوة وإن شاء الله أنه مستقبلها على هذه الفنين يكون إيجابي لكن إذا تسمح لي في السؤال يعني ليش سينما ومسرح مع بعض يعني السينما فن تقريباً مستقل عن المسرح بالعكس هذه الآن خطوة خلينا نقول مثل ما شار سمو يعني آسف عن المقاطعة بس أقصد أنه ليش ما فيه سينما مسرح شعبة سينما وشعبة مسرح نعم هذه أحد الاتجاهات الجديدة وتنتمي إلى الدراسات البينية تمام أن الفنون متداخلة مع بعض يعني تتلاقى تتداخل تتشابك تتكامل خاصة في الاتجاهات الجديدة مو مثل ما كان قبل يعني كان قبل قبل الثورة الصناعية كان العلم أو الشخص موسوعي يعمل بكل الشيء جاءت الثورة الصناعية عملت التخصصات الفردية بشكل كامل الآن بدت الشعوب بدت المجتمعات تعيد التكامل بين الفنون حتى على مستوى اليونسكو مثلاً نجد في موقعها الفنون الأدائية ويش ما ليش موسيقى مسرح رقص يعني أنت تشوف أن هذا الدمج من الدراسات البيانية نعم صحي فنياً أيضاً صحي ومن ضمن الاتجاهات الجديدة على مستوى العالم وضمن الدراسات البيانية التي ألغت الحدود بين التخصصات فهي من بنية على أساس علمي إلى جانب آخر أنه أيضاً جانب الميزانية جانب التدريج جانب كذا نعم حتى تلاحظ حتى التعليم إذا اسمح لي فضلاً التعليم الزمان كانت لغة عربية مواد كثيرة صح لغة عربية قراءة قواعد صارت لغتي التربية الإسلامية كانت توحيد تفسير تجويد حديث فقه أصبحت تربية الإسلامية الآن أنا أخشى أيضاً أن وزارة التعليم تحديداً هي أعتقد عندها تجاه الفنون أنها تضع تخصصات منفردة الموسيقى طبعاً الوحدها والمسرح الوحدها والفنون البصرية الوحدها والفنون رقمية الوحدها والسينما الوحدها هذه إشكالية يعني يعيدون الطريقة القديمة يفترض فيه مقررة طبع الفنون وتكون مع بعض ضمن الدراسات البينية يعني مقدر واحد حتى على مستوى الميزانيات على مستوى التدريس فإشكالية إذا كانت على مستوى النتيجة والنفع اليوم لو أنا جبت منهج واحد في كل الفنون اللي ذكرتها أنفع من أني أدرس السينما الحال هو المسرح الحال أصلاً طبيعة الفن نفس لما تشوف السينما مثلاً أو تشوف المسرح هي كلها فنون مجتمع فيها موسيقى فيها أداة فيها تمثيل فيها كل مجتمع فيها فنون بصرية فيها ديكور لكن لكل واحد التفاصيل الخاصة أستاذ رجال أي نعم الدراسات الميزة يعني اليوم مثلاً إذا تسمح لي لما أجي أنا على مستوى كتابة النص كتابة النص المسرحي لا يشبه أبداً كتابة النص السينمائي أنا معك مثلاً هذا كجزء نخيص عليها البقية القالب يختلف ليه المنهج الآن دراسات البينية إشكالتها أين أو إشكالية أين تختلف في المنهج ولكن في المفهوم العام لا كلها تتلاقى بمعنى آخر أن الدراما واحدة مثلاً الدراما علم طبعاً واحد أقدر أكتب من خالي الدراما نص مسرحي وسيناريو وأقدر أكتب مسلسل لكن العلم واحد زي لما نقول الطب واحد يتفرع إلى أسنان يتفرع كذا بس الطب واحد فدراما واحدة لكن طبعاً القالب يختلف فالإشكالية أيضاً اللي في دراسات البينية أن كثير من المتخصصين يعز عليها أنه ينفصل عن طبعاً ما يبغى أحد يدخل معه هذه إشكاليات الدراسات البينية وتختلف في أيضاً منهج لكن بصفة عامة لا الاتجاه العام يمكن أن تتداخل أصلاً المنتج نفسه متداخل أصلاً فما تقدر تفصل اليوم مستدرجة إذا فيه واحد جالس يسمعنا من وراء الشاشة ويعرف أنه نحن جالسين نتكلم على شعبة موجودة داخل جامعة الإمام تدرس سينما ومسرح ويتساءل وش اللي يدرس فيها ما الذي يعطى علشان يفكر أنه يلتحق أو لا يلتحق وش اللي يدرسون في الداخل جميع مهارات السينما والمسرح سواء على مستوى الجانب النظري أو التطبيقي يعني بيدرس مثلاً كتابة النص المسرحي وكتابة السيناريو بيدرس علم الجمال بيدرس إدارة الإنتاج بيدرس النقد بيدرس كل كل هذه بيدرسها بشكل دقيق أهم شيء في النقطة هذه مو أنه يدرس أهم شيء أنه يطلع مؤهل أكاديمي هذا هؤلاء الطلاب اللي بتخرجون من جامعة الإمام مؤهلين أكاديمياً في بيئة ليست مؤهلة أكاديمياً على مدار أربعين سنة الأخطاء إلى مال النهاية كل الأخطاء اللي قاعدين يشوفها الآن هو أنه ما فيه تأييل أكاديمي يعني الواحد يكتب بطريقته لكن السيناريو لا يكتب بطريقة ثانية النص المسرح يكتب بطريقة إدارة الإنتاج نفسها تدار بطريقة معينة فهؤلاء الطلاب ميزتهم أخرجين جامعة الإمام مؤهلين أكاديمي عشان كذا إحنا زمان ما كنا مؤهلين زمان سنوات طويلة يعني طوال خلنا نقول حلنا وطعوا زملانا يعني لما نشارك برا في مشاركات خارجية نشوف زملانا العرب يتكلمون بطريقة مختلفة غير طريقتنا سواء يعني الدراما منتظمة في ذهنهم أكثر مما تنتظم عندنا زمان قبل ما ندرس هذه أهم نقطة لا تتخيل أهميتها بمعنى أن هذه الدراسة خلني أستخدم عبارة يعني ستطور المشهد الفني الموجود عندنا على مستوى المسرح والسنوات بالتأكيد لن تجد سيناريو إن شاء الله بعد سنوات في أخطاء علمية يعني البطل الدرامي مثلا قاعد يبنى لا بد يكون في ثلاث طبعا عيوب لا بد يكون في ضعف طبعا ضعيف شخصية ولا بد يكون هذا البطل أيضا عنده اعتقادات خاطئة التغير الذي يحصل لهذا البطل في الأكت ثري مثلا تغيرات على مستوى عيوبة هذه فقط فشوف البنية كيف بالطريقة المعتادة الآن قاعد نكتب البطل بطريقتنا بأي شيء بدون شيء علمي قبل ما أطلع الفاصل كذا بإجابة صريحة ومباشرة كم النسبة بين الدراسة الأكاديمية والموهبة للكاتب نسبتي أشي تكسر؟ يعني أقصد أنه الكاتب الموهوب يجب أن يكون أكاديمي ويدرس ويتعلم في نور الكتابة ولا لا يكفي أنه موهوب وخلاص لا أبدا لا بد أن يتعلم ولا طبعا موهبته هذه قد ما تؤدي إلى أنه يكون المنتج عنده تغير باقي باقي ضيفة الآن قد يكون هذا الموهوب عبقريهم قلة على مستوى العالم تبنى من خلالهم مواد أكاديمية طيب العكس أكاديمي دارس بس موهبته قليلة في الكتابة يقدر يكتب؟ خلني أنا مثلك يعني أكاديمي طبعا بيكتب أفضل من بيكتب شكل منظم شكل مرتب أفضل من الموهوب أفضل من الموهوب لأن الموهوب قاعد يطلع بطلعات ومع ذلك أنا قلت لك المنهجيات العلمية هذه مبنية على مواهب مبدعة أصلا درسوها وطلعوا المواهب يعني ما نقدر نحسمها العملية هذه طيب نقول 50-50 50-50 يلا نروح إلى فاصل وبعد الفاصل مكمبي حياكم الله في الجزء الأخير من ياهلا ضيفي الأستاذ رجال عتيبي والحديث عن تدريس السينما والمسرح في جامعة الإمامة رحف فيك مجددا أستاذ رجال اليوم بس علشان المشاهدين أيضا يعرفون الواحد اللي يبغى يدخل هذا التخصص في الجامعة وين يسجل بالضبط؟ طبعا هو يسجل كلية الإعلام والاتصال بعدين قسم لذاعة وتلفزيون والفيلم أيوة ويختار شعبة السينما والمسرح كم مدة الدراسة فيها؟ أربع سنوات ويتخرج بهذا المسمى يأخذ باكالوريوس باكالوريوس سينما والمسرح ومتخصص في كلا العلمين من خلال قتلك أنه عارف كل تفاصيل السينما والمسرح طيب يمكننا في لقاءات سابقة وحتى في هذا اللقاء تحدثنا عن ماضي السينما والمسرح عن الواقع المأمول منها اليوم بعد كل هذه الخطوات ما قراءة الأستاذ رجل عتيبي المتخصص لمستقبل السينما والمسرح في السعودية؟ طبعا نحن دائما كنا نتكلم طبعا زمان بموضوع التأهيل الأكاديمي بوجود خرجين في التأهيل الأكاديمي مؤهلين أكاديميا أنا متفائل بشكل لا تتخيل أن الوضع ينقلب رأسنا على عاقب غير الموجود أقصد من إلى الأفضل بشكل لا تتخيل أهم شيء أن هذا العمل الفني مكتمل أو الذي قاعد يشتغله مؤهل أكاديميا وقاعد يعرف ماذا يعمل سواء على إدارة الإنتاج على مستوى النقد على مستوى التأليف على مستوى الإخراج بشكل لا تتخيل الآن مو بس جامعة الإمام اللي طبعا بادرت الآن أيضا جامعة ملك عبد العزيز عندها ماجستير مسرح من سنتين جامعة ملك سعود الآن تشتغل على كلية الفنون هيئة المسرح فنون الأدائية أيضا تشتغل على أكاديمية الفنون فتخيل أنا أتوقع أن خلال العقد القادم الوضع مختلف جدا كيف إذا ضمينا هذا كله للمجمع الملكي للفنون إن شاء الله اللي موجود لما تعمل وزارة الثقافة اليوم اللي تقدم هيئة الترفيه أتوقع أن قراءتك المستقبلية في مكانها السؤال الأخير رهانك تحديدا في المستقبل على المواهب السعودية في هذين الفنين كتابة وتمثيلا وإخراجا وغيرها أي بالضبط نحن نراهن عليهم لأننا نشوف الشي الآن ليست أفكار مثل ما كان قبل أو نتمنى الآن واقع حقيقة وبالتالي العقد القادم متفائلين أن الوضع سيختلف جدا في مجال الفنون وأهم شيء أنه يمارس بشكل علمي وبشكل أكاديمي أستاذ رجل شكرا جزيلا لكم لحضورك معنا فيها أنا أشكر حقيقة لأستاذ رجل عتبي أكثر من مرة أشكره على حضوره اليوم تجاوب معنا على ما يقدم من محتوى وأيضا على تجاوب النبيل مع مختلف دعوات يا هلا لأن حضوره هو إضافة كبيرة للبرنامج الشكر الحقيقي لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل أسبوعنا الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة